السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الاخ عبد الرحمن داكير على القناة داكير انجليش المصطلح مية سبعة سعين. انا كي مشو الفوق يعني خسنين ضغط على جي. وهنا جوج نوقات غندي للمد. اه قوسين يعني باش منطقش الاخ. وهنا دن. غاردن. 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 دونك هذه هي كيفية نتقديلها. آآ غراماتيكال هي النوان. الشنعنو بها تنعنو بها الحديقة. الحديقة مثلا هي آآ في بريتيش يعني تنقولو غاردن. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة امريكان انجليش يعني آآ تتسمى يارد يارد بحال الحديقة آآ باك يارد الحديقة الخلفية دي المنزل يعني آآ يعني في كل منزل تتقاوة الحديقة خلفية خلف البناء دي المنزل يعني تشكون تابع المنزل يعني تتديرو يعني تدير فالي بلونت تدير فيها بوتاجي تدير فالي بغتي يعني تربي جاج وحيوانات اخرى. دابا ارجعوا هذه درناها في الحلقة دي اللي اتذكرنا فعل لومستيد في التعلم لغة الانجليزية عن طرق القصص اللي درناها في نفس القناة. لكي آآ كليكيتو على بليليس نتلقاوها. دونك الناس ولو يعني ذيك الجردات يستغلوها في البوتاجي بش يياكلوا من شي حاجة وما عارفينها. بش يياكلوا من شي حاجة وما عارفينها كيف سقوها كيف شئ دا بدون بخدوش يميك وغير ذلك. نحن ستغلوها بسراء اخرى. دابا قبل bersهب صورة اكثر. نحن ستغلوها. زعوة العركة درناها في demonstran المجددين زعوة العركة درناها في اجتماع فلد جائع زعوة العركة درناها في بصورات اصل از في خطرق قصة. زعوة العركة درناها في اسم تعليم الفتى صورة اكثر. يعني باش ما عاوتوا بزاف باش ما ترسقت فتين ديركم و باش ما استغليتوا ان شاء الله في المحادثات بإذن الله ديركم إلى أن تقلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته